حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الموبايل على البرينتر الكانون بكسيما الـ TS3640 ولازم قبل ما ندخل في اي خطوات يكون عندك علم ان البرينتر دي فيها خاصيتين انك تقدر تطبع من الموبايل واول خاصية معنا وهي خاصية الاتصال المباشر ودي من الموبايل للبرينتر على طول والخاصية التانية وهي من خلال رابطة برينتر بالراوتر واي فاي واي جهاز متصب بالراوتر واي فاي ازا كان موبايل او تابت يقدر يطبع بكل سهولة فيالله ما نبدأ بالفكرة الاولى وهي خطوات اتباع باستخدام خاصية الاتصال المباشر بدون ولا راوتر ولا كابل يو سي بي والخطوات كالتانية اول حاجة هنعملها لازم في الشاشة هنا في علامة موبايل لازم تظهر معنا الاول لو هي ظهرة معك سيبها وانتبع الخطوات دلوقتي مع بعض لكن لو هي مستظهرة معك شايفينه الزرار ده ضغطة واحدة عليه كده او زي ما انت شايف علامة الموبايل بدأت تظهر بتنتظر لحد ما دي تثبت على سفر اهي تمام كده بعد كده بنروح للموبايل عادي جدا ونروح على متجر بلايه او جوجل بلايه ونكتب في البحث هنا كده كلمة كانون برينت او البرنامج اللي قدامك ده اللي هنا ابيض المكتوب كانون برينت هو ده هنختار تثبيت وبعد ما البرنامج تثبت معنا ما نفتحوش خالص هنعمل خطوة بسيطة يعني البرنامج ده مش هنفتحه دلوقتي هنعمل خطوة بسيطة مع بعض هنيجي عند قائمة الشباكات هنا تماما نفتحها كده هنلاقي البرنامج بتاعتنا هتزرر من ايه ايه تي اس تلاتة دافة ستومية سيريس هنختارها عادي جدا كده هيبدأ يطلب منك كلمة المرور كلمة المرور نطلحها ازاي شايفين الزرور اللي عليها حرف القي ده ده ضغطة واحدة عليه كده هيبدأ يطبع لك ثلاث اوراق تهمنا الورقة التانية الورقة القوضة مش هتيمينها في اي حاجة طرعام كده زي ما انتم شايفين ده اسم البرنتر في الشباكة ايك وده كلمة المرور اللي احن اكتبها دلوقتي حاليا في خلال كلمة المرور مع العلم ان كلمة المرور دي متغيرة من برنتر لبرنتر تانية يعني ما تاخدش كلمة المرور الزهرة اللي قدامك دي وتكتبها عندك ومش هينفع كل برنتر اللي هي كلمة مرور خاصة بيها فهنحك تب كلمة المرور دلوقتي ونرجع نكمل مع بعض باقي الخطوات وبعد ما كتمنا كلمة المرور بتاعتنا هنختار توصيل طبعا هيقول لك ما فيش نت في الشبكة دي لاننا ما وصلنا بالبرنتر البرنتر ما فيهش نت تمام بعد كده هنختار الاتصال دائما احنا دلوقتي اختارنا اتصال دائما عشان حاجة واحدة عشان اثناء التثبيت ما ما تنفصلش معنا وتشبك بالراوتر وكل شوية حال زمان بعد ما ظهرت لك تم الاتصال من دون انترنت معناها انها كده توصلت هنرجع لبرنامج كانوا احنا نزلنا من شوية ده زي ما شايفين اهو البرنامج اللي نزلنا هنفتحه مع بعض كده طبعا الخطوات دي منعملها في اول مرة فقط يعني دلوقتي لو عندك موبايل تاني وعايز توصله هقول لك تبدأ من كل الخطوات دي لو البرنتر بتاعة الجديدة لكن بعد كده اي حد عايز يشبك البرنتر بالموبايل باش هيمشي الخطوات دي كلها هنختار دلوقتي اجري نختار اوكي هنختار استخدام التطبيق نختار السماح دلوقتي هنختار سيرج او دلوقتي البرنتر اتعرف هنختار نو ودلوقتي هنختار اكسيت وكده البرنتر اتعرفت من خلال خاصية الاتصال المباشر دلوقتي اي حد عايز يتبع من موبايلها من خلال خاصية الاتصال مباشر هتقول له البصول بتاعه هوت يعني انت دلوقتي معك موبايل تاني او موبايل تانية او واحد صاحبك عايز يربط الموبايل بالبرنتر ويطبع هتقول له ابحس على الشبكة دي ودخل البصور ده ويمشي نفس الخطوات بالزبط الموضوع سهلي كده دلوقتي انا عاوز اتبع هعملي الموضوع بسيط جدا هنقفل البرنامج عادي جدا كده ونختار اي صورة عندك موجودة في الابوم او استوديو الهاتف وعلى سبيل مثل الصورة دي وخطوات اتباع واحدة اول حاجة لازم تأكد منها انك مواصل شبكة الموبايل لية تمام؟ بالبرنتر لية تي اس تلاتة الف ستوميسيريز دي اول حاجة تمام؟ بعد كده هنعمل مشاركة ونبدأ نبحس على برنامج كانون اللي احنا نزلناه قوت او لقناها فوق خالص نختاره كده هنختار ييس الاختيار ده هنختار له لو احنا دلوقتي ضغطنا على فهي هتتبع صورة صغيرة فاحنا عايزين نزبط الاعداد هو الاعداد دي بيتزبط لأول مرة ومش بنحتاج نعملها تالي لتحفظ مع اول مرة تمام؟ فهنختار دلوقتي اهي الاختيار ده اول حاجة هيظهر لها بيقول لك كوبيز ده عادل نسخ معاكم النسخة لحد تسعة وتسعين نسخة لما توقع لحد مئة نسخة اه مثلا عادل نسختين عايز تلاتة بتختار مثلا اتنين اهي 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 ده نسخة اختار اهي اهي الاختيار التاني ده ما حاجة لعرفية لو عملت كده حضيع باقي الاختيارات شري الصح هنا واسبها زي كده تختار المكتوب عليه وده حجو الورق هو متحدد الاربعة في ستة انا عايزة اخليه مسلا اي فور اهو بنحدد على اي فور خامس اختيار معاً مكتوب عليه ميديا طيب وده نوع الورق نوع الورق المدارس اللي نطبع عليه اسمه بلان بيبر ده اختاره كده حتليق اود اختيار اهو بلان بيبر خامس اختيار. هلعبش فيه مفوش اي اعادات. سادس اختيار ويمكنك تبعليه color mode. والاختيار ده مهم جدا بالنسبة لي وبالنسبة لك. color mode ده لو ضغطت عليه هيزار لك اختياري. color ومونو كروم. لو انت سيبتع على color فاي حاجة دلوقتي هتتطبع بالاسود والالوان. لكن لو انت سيبتع على مونو كروم كده. فهي هتطبع حاجة آآ اسمها تبليجرامودي. حاجة شبيهة بالقابل الاسود. فانا هسيبها على مونو كروم عشان هقدر يوفر في الحبر. اما البيئة لاختيارات ما حدش لعب فيه ملوش اي لازم اخذ. بنخلص كل حاجة وبنرجع خاطة الورقة كده. تمام? بنعلم صحة دي عشان متزهر لناش تاني ونختار نوم. بعد كده بنختار. او زي ما انت شايفين كده. طبعا اتنين ورقة. اللي موجودة في الموبايل. يعني بالوقت هاي. دي الورقة اللي كانت موجودة في الموبايل. وطبعتنا. لازم كل مرة تخلص فيها امر طبعا. نختار اوكي. ما ينفعش نخش على امر طبعتنا ونعملوها. عايز غير اللقاء. كده عرفنا ازاي نطبع من خلال خاصية لاتصال مباشر. وازاي عرفناه من خلال اتصال مباشر. ممكن نعدها مع بعض على السرعة كده. اول حاجة قبل ما تطبع. تتأكد انك شابت الموبايل ده بترجع على اي حاجة انت اطبعها. وبنعمل مشاركة. تمام? وبنختار برنامج كانو اللي احنا نزلناها اهو ده كده. بعد كده بيجي لك دي نختار هايز. بعد كده بالزبط اللي انت عايزه ولو ما تزبطها بتختار. الموضوع سهلي كده. وللوقتي وصلنا مع بعض الفقرة التانية وهي ازاي نربط البيلنتر دي بالراوتر الواي فاي. واي حد ما توسط بالراوتر الواي فاي يقدر يطبع بكل سهولة. الخطوات ازاي? هنشوفها مع بعض. اول حاجة شايفينه الزهار ده. هنثبت الوصبعنا لحد ما السفر دي تختفي. او بس كده. هنثبت الوصبعنا كده. شلنا قدنا. في الحالة دي هنروح للموبايل ونمشي الخطوات مع بعض. اول حاجة هنفتح قامل الشبكات كده. تمام? يفتحها. هدي يظهر لك انه كانون اي جي. باكاتي اس تلتائف ستومية سيليز. هنختار عادي جدا كده. هنتظر لحد ما لك تم انتصال. دي حاجة تانية خادص دي من خلال اه ان احنا دلوقتي هنربط البرنتر بالراوتر. اهي. هنختار الاتصال هذه المرة فقط. بعد كده هنروح لبرنامج كانون اللي هننزلناه. ونفتحه عادي جدا كده. هيبدأ يفتح لك قايمة غريبة دلوقتي هنتبهها. او دلوقتي بيقول لك اختار الراوتر بتاعك من قايمة الشبكات. تمام? فانا هختار الراوتر بتاعي. هيقول لك بقى دخل كلمة مرور الراوتر الواي فاي بتاعك. فدلوقتي هندخل كلمة مرور ونرجع نكمل مع بعض باقي الخطوات. دلوقتي بعد ما دخلت كلمة مرور الراوتر اي فاي. هنختار هتلاحظ ان دلوقتي ان شاشة البرنتر بدأ يظهر فيها تدوير وان علامة الواي فاي او التردد دي بتظهر وتختفي. بتنتظر لحد ما اه الشاشة دي يظهر عليها رقم سفر. وفي نفس الوقت علامة التردد الواي فاي دي يظهر جنبها تردد شبيه للشبكة كده. وحنشوفوه مع بعض دلوقتي لما نخلص بعض الخطوات. بس كده معي لو المشكلة دي زهرت لك يعني المشكلة اللي هي اي تلاتة ستة دي زهرت لك. يبقى انت كده اه البرنتر مش هتقدر تتعرف بالراوتر اللي عندك. الراوتر اللي عندك مش قابل البرنتر. ممكن تعمل له اعادة ضبط مصنع على الراوتر. وترجع تعيد تعريفه من مرة اخرى. فعشان نقدر نكانسل عطل ده. هنتك على زورة تصوير البلاك كده. اهو زي ما نشايف كده العطل فانا دلوقتي اعملت اعادة ضبط مصنع لنفس الراوتر اللي في مشكلة. وتعا نجربه كده لنشوف بعد اعادة ضبط مصنع. الراوتر هيختفي ولا هيبقى زي ما هو. هنثبت صبعنا زي ما تعلمنا كده. لحد ما الصفر دي تختفي. تمام كده. هنيجي للموبايل هنا. ونفتح قيمة الشبكات. ونختار اللي هي الكون اي جي ديت. وبعد كده نرجع على برنامج كانون. او نفتح عادي جدا. بعد كده هنختار الشبكة. انا غيرتها. اللي هي بتاعت نفس الراوتر. ونبدأ نكتب الباسورد. بعد ما كتبت الباسورد. هنختار اوكي. ونشوف العطل هيتحل معنا ولا لأ. المفروض هنا دلوقتي ان علامة الواي فاي دي تثبت. تمام? ويظهر جنبها تردد. زي تردد الشبكات كده. وقتها اتوصل. فحنشوف دلوقتي العطل هيتظهر معنا ولا هتنجح معنا. للاسف زي ما انتم شايفين ايه? تلاتة ستة. نفس المشكلة ما تحلتش. كده ما فيش حل لغير انك تغير الراوتر الواي فاي. يعني ما تستخدم البرنتر من خلال خاصية الاتصال المباشر. فانا دلوقتي جبت معي راوتر تاني وحنجرب من خلاله. نشوف حال المشكلة دي هتتغير مع تغير الراوتر ولا المشكلة دي في البرنتر. بس بنسبة تسعة وتسين في المية لما تغير الراوتر المشكلة دي هتتحل معنا. بتاعنا نجرب نفس الخطوات بالزبط. هنسبت سبعا على الزرار اللي هو ده اللي هو بتاع اللي جنب الاي. تمام? ونبدأ نتابع نفس الخطوات مرة اخرى. او عن اختار كنون اي جي. ننتظر لحد مقول لك تم الاتصال من دون انترنت. تمام? ونرجع على برنامي الكانون اللي احنا نزلناه. ايه ونبدأ نختار الراوتر الجديد بتاعنا. اللي احنا جبناه جديد. ونبدأ نكتب كلمة المرور الخاصة. ودلوقتي بعد ما كتمنا كلمة المرور. هنختار او كي. او زي ما انت شايفين لحد الوقتي هي بتعمل علامة تدوير. اهو. اه بص حتى المرور دي اتغيرت. وزي ما انت شايفين سابت رقم سفر. سانت كده اقرب لكم. سابت عليها رقم سفر. وفيه زي تردد ظهر اه في الشبكة. يعني كده البرنتر دي اتواصلت بالراوتر لي فاي الجديد اللي انا جبته. يعني كده الراوتر الاديم اللي عندك للاسف مش هينجح معاك في انك توصل البرنتر بالراوتر لي فاي. كده عرفنا ازاي نحل المشكلة دي. مش كادي بتظهر مرة كل مية راوتر مسلا في الموضوع سالي كده. وزي ما انتم شايفين كده اول ما اتواصلت كتب لك تي اس تلافة ستوميه سيريز وتحتها كلمة اونلاين. طول ما هي معمولة اونلاين كده وجنبها اشعر الخضراء. معناه انك تقدر تطبع وتستخدم الخاصية دي. وخطوات اتباعة هي هي نفس خطوات اتباعة اه اللي هي في الفقرة الاولى اللي هي من خاصية الاتصال المباشر. هي نفس الخطوات ما فيش اي جديد. وقبل ما نقفل معاكم موضوع حيات النهاردة فيه حاجة مهمة جدا اعز اوضحها. ان خاصية الاتصال المباشر اللي تتفكرها الاولى فيها ميزة وفيها عيب. وخاصية الاتباعة من الراوتر واي فاي فيها برضك ميزة وفيها عيب. ميزة الخاصية الاتصال المباشر ان ك هتقدر تطبع من الموبايل للبرينتر اطول بدون راوتر بدون كابلات بدون اي شيء. ودي ميزة ممتازة جدا. لكن عيبة انك اثناء اتباعة ما ينفعش نستخدم او نتصفح خدمة الانترنت غير لما نخلص المهمة. يعني دلوقتي انت بتطبع وشغل امر تباعة من خلال خاصية الاتصال المباشر. اثناء وهي بتطبع لو حولت الموبايل بتاعك بالروتر. البرينتر هتكانسل الامر. وحتضطر ايض الامر من جديد. والميزة بقى في خاصية الاتباعة من خلال الروتر واي فاي انك تقدر تتصفح خدمة الانترنت عادي جدا اثناء اتباعة. لكن العيب هنا انك لو غيرت قلمة مرور الروتر واي فاي او غيرت اي حاجة في اعداد الروتر لاي فاي او حصل مشغل الروتر او جيت راوتر جديد هتجد نفس الخطوات انك توصلها من جديد. وبكده انتهنا من موضوع حالة النهاردة اتمنى ان انا اجبكم. اتمنى ان انا اجبكم. ننتظر اي استفسار لكم بخصوص التبعات. كان معاكم احمد السيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.